اشتركوا في القناة وممثلي المجلس على تشكيل اللجان النوعية الدائمة وممثلي المجلس في الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين قبل ان تجرى عملية انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم وبقد بدأت الجلسة اعمالها بالتصديق على الرسائل الواردة من صاحب سمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بخصوص المراسيم بقوانين التي صدرت عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال الاجازة التشريعية وهي المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2020 بشأن التأمين ضد التعطل والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية والمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانيات العامة للدولة للسنة المالية 2020 والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة وجرى بعد ذلك تسكية أعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي التي تضم 11 عضوا ويرأسها السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس كما تم تشكيل اللجان النوعية الدائمة وممثلي المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اشتركوا في القناة